متابعي قناة تشاهد فيديو اليكم تفاصيل حفلة الفان النشرين في جدة وبكاءها وتقبلها ليد زوجها اليكم التفاصيل ولا تنسوا تابعونا وابداء رأيكم والضغط على زد لايك واشتراك اخيرا عادة الفن نشرين عبد الوهاب الى نشاطها الفني والظهور على مواقع تواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب والاختفاء عن الانظار طول موسم السيف والان عودت شرين عبد الوهاب في الحفل الوطني السعوجي رقم تسعة وتمينين في بداية حفلة شرين لم تتمكن الفنانة المصرية من تمالك دموحة خلال حفلها الذي اقيمها مساء امس الاسنين في جدة بالسعودية بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة والجميع يسأل ما سبب هذه الدموع حفلة شرين اسمحوا لي اتكلم عن الوطن علشان احنا في وطن غالي واسمحوا لي انا مش بعرف اتكلم اوي وانا خدت عهد على نفسي اني ما اتكلمش ومقولش رأيي ومقولش اي حاجة انا حس بيها فلكن في الوضع ده ودلوقتي لازم نقول كلمة في حق الوطن وهي تبكي طلبات من جمهورها ان يسمح لها بالاستعانة بزوجيها الفنان المصري حسام حبيب بقلي كي يشاركها في توجيه هذه الرسالة لبلدها وقالت ان هو بيعرف يتكلم اكتر منها وبيعبر وان هو مثقف ولما ظهر حسام على المصرح مسكت ايده وكانت عايزة تبوس ايده لكن هو شد ايده بسرعة ومسك الميكروفون وقيل لكن قبل ما يقول اي حاجة شيرين عطت ظهرها للجمهور وهي تبكي حسام السلام عليكم اول حاجة طبعا عايزين نهني المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان ونهنيكم بعيدكم الوطني علشان احنا بنعتبر السعودية بلدنا التاني وقفتها جنبنا عمرها ما حننساها وعلى رأسنا من فوق لا اسمحولي واحنا وسطكم نواجه كلمة لمصر ورئيسنا وجيشنا احنا في ظهركم ومعاكم ربنا ينصركم دايما ينصر اهل السعودية ونشوفكم دايما في اعلى شأن وفي الوقت ده قطعته شيرين وقالت عايز اقولكم اللي ملوش كبير يشتري له كبير واحنا عندنا كبير وبنحترمه ربنا يحمي بلدنا وكل البلاد يا رب بارت شيرين وبكل ادب وبثقة وبحترام باحساسها العالي قوي ان هي بتحب بلدها دون التلفز باي الفاظ خارجة كما شفنا في الوقت اللي فات زهور العديد من الفنانين واللي مش فنانين بيكلموا بشكل مش كويس وبالفاظ خارجة لكن شيرين احساسها وصل للجميع وبكاءها اثر في الملايين شيرين اتقازت كتير بسبب انها بتتكلم بشكل تلقائي دون التفكير وتعبر عما بداخلها بشكل عفوي شيرين صدر حكم بحبسها ستة تشهور وتغريمها ستة لاف جنيه بدعوة اهانة الدولة المصرية وازاعة اخبار كاذبة كما ردت على احدى معجبيها بأن طلبت منها المعجبة ان تغني لها ما تشرفش من لها لكن شيرين ردت عليها وقالت لا حيجي لك بالهارسيا اشرب مية معدنية افيان احسن. في اتنين وعشرين مارس الفين وتسعتشر قدم المحامي المسير للجدل سامير صبري بلاغا يتهم فيها اياها بالتطول على مصر ونشر اخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المجبوهة التي تعمل ضد البلد للتدخل في الشأن المصري. ده علشان كانت في حفلة للبحرين وبشكل عفوي قالت ايوة كده اقدر اتكلم برحتي عشان في مصر اللي بيتكلم بيتسجن. قررت نقابة المهنة الموسيقية في مصر وقفها عن العمل واحالتها الى التحقيق.